من أعلى النشر إلى تفاصيلها والبداية من مجالس المحافظات أهلا بكم حيث ينتظر المواطنون والسياسيون التوقيتات التي ستحددها محكمة استئناف صلاح الدين لأداء أعضاء مجلس المحافظة اليمين الدستورية والاستعداد لمباشرة مسؤولياتهم الجديدة في ضوء توزيع جديد لمراكز النفوذ قبل مهلة الخمسة عشر يوما ويقول السياسيون إن عجواء التفاهمات بين الكتل الفائزة ستعجل بانتخاب الرئيس ونائبيه وفتح باب الترشيح لمنصب المحافظة سواء من داخل الأسماء الفائزة أو من خارجها مشيرين إلى أن الإجماع السياسي على تنفيذ البرنامج الحكومي في الخدمات والإعمار سيكون في رأس الأولويات ويفتح مسارات أداء مختلفة اشتركوا في القناة